شباب اولى سنوي ازاي وكم عاملين ايه معاكم مستر جورج حلمي قناة سبوت شانل ان شاء الله هنكمل كلامنا النهاردة عن lesson 1 chapter 1 في chemistry احنا تكلمنا الفيديو اللي فات عن او بدأنا كلامنا عن chemistry and measurement وهنكمل ان شاء الله نهاردة كلامنا عن نفس lesson بحيث ان هننهي النهاردة في الفيديو ده lesson 1 وان شاء الله في الفيديو جاي نبدأ في lesson 2 تابعوني موسيقى طيب هنبدأ كلامنا النهاردة بالجزء الثاني اللي هو part 2 lesson 1 measurement in chemistry measurement يقصد بها القياس يعني ايه القياس؟ يعني ايه measurement measurement دي كلمة مهمة جدا 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 لان احنا اصلا في حياتنا اليومية لازم نتعامل بالقياس بفكرة measurement يعني انت على مثال بسيط هتعمل كوبات شاي انت مش هتقول انا هحط شوية شاي على شوية سكر لا ده انت لازم بتقيس انا هحط كام علاقة شاي على كام علاقة سكر فكرة المعايرة او القياس دي فكرة مهمة جدا انت في خلال مذاكرتك على مراحل تقليم مختلفة من ثالثة لضائد اعدادي ثانوي احنا كنا بنقيس حاجة كتبيه قوي بنقيس ماسس بنقيس فوليوم و بنقيس لينثس أوف لاينس أعرياس وهكذا حتى في الاجهزة اللي احنا اجهزة نشتريها لو اصري في جهازين مثلا جهاز اه 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 ها اه 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 Attack مصنوع في الصين. آآ آآ الجهاز الطبية دي ده يديني النتيجة وده يديني النتيجة. لكن طبعا الجهاز اللي مصنوع في ألمانيا ده جهاز غالي. فبيديني قياس دقيق مظبوط. جهاز الصيني ده آآ بيديني آآ آآ قياس او نتيجة لكن آآ فيها نسبة خطأ عالية جدا. فاكيد احنا كنا نروح للجهاز الغالي عشان آآ ما يدينيش نسبة الخطأ العالية اللي ممكن لديني الجهاز الثاني. ففكرة القياس دي فكرة مهمة جدا جدا جدا. واحنا نتعامل بيها في حياتنا اليومية حتى. طيب what is meant by measurement? يعني ايه قياس? طيب تعالوا نشوف مع بعض definition. measurement means it is a comparing an unknown quantity. يعني مقارنة كمية مجهولة. مش معروفة. to another one بكمية تاني of the same kind. بس لازم تكون معروفة. to know its amount. عشان نعرف مقدار كمية الاولى. كميتها قد ايه من التانية. طيب. for example. if you want to measure the mass of a piece of chocolate. عايزين نعرف كتلة الكتلة الكتلة دي قد ايه. فالتقل بتاعها او الماس بتاعها احنا بنحط الكتلة دي في كفة ميزان. والكفة التانية بنحط فيها قيم معلومة او كميات معلومة من standard masses من كتلة الحديث دي من تسميها standard masses. ونفضل نزود الناحية التانية في الكفة التانية. لغاية ما نلاقي ان two pans are balanced. الكفتين بقوا متوازنين. فاحنا عرفنا the mass of the piece of chocolate by knowing. طبعا التشوكليت دي كانت unknown مش معروفة. عرفنا ان كمية معلومة معروفة اللي هي standard masses. طيب. يبقى احنا هنا قارننا عملنا comparison between two quantities. واحدة unknown مش معروفة عايزين نعرفها. قارنناها بواحدة معلومة او معروفة هي دي اللي دلتني على ايه. على الميجرمنت بتاعة الانون كوانتي. طيب. عشان نقيز بها. ناخد بلنا من three points. measurement process should have three main points. او include three main points. تتضمن تلات نقاط. number one. numerical value. لازم فيه رقم. فيه قيمة للحاجة اللي بنقسها. يعني ما زي ما قلت لكم في الاول احنا اه اه لما بنقيس مدير معينة ما بنقولش شوية على شوية لأ كام اه من المقدار ده او كام من السبسنس دي فلما نقول مثلا ده هو ده النومريكال فاليو بدي قيمة عددية لازم فيه رقم مكتوب عشان ايه تديسكرايب ده ماشي يعني فيه رقم وصف لي الماشي يعني فيه رقم وصف لي لازم يكون في مجورنج يونج يعني فى اه مجورنج يونج يعني لازم فيه وحدة قياس مناسة يعني 50 دي 50 يعني по فكเปبة سنتيميتر ولا متر ولا كيلو متر ولا جرام ولا كيلو جرام يعني لازم فيه مجورنج يونج يبقى نومبر عنو نومبر Saturn Lumarical Value نومبر المشرفه نومبر زي� مجورنج نومبر ثري عندنا بوينت كده هطافج اعتبرنا لها لها certain error ratio error ratio. يعني فيه نسبة خطأ او معد الخطأ معين في عملية القياس. يعني الحاجة اللي بيتقاس في معظم الاحيان بقى فيها نسبة خطأ بالزيادة او بالنقصان. يعني طبعا بقول في معظم الاحيان يعني مش مش في كل الاحوال هتلاقي نسبة الخطأ دي. يعني موضوع الادوية مثلا او تركيبات الادوية يعني ما اعتقدش نبقى مسموح فيها فكرة ان بقى فيها خطأ في التركيز. لان الحاجات دي كلها بتتقاسب يعني بالمل. لكن في حاجات تاني بنلاقي فيها نسبة خطأ يعني مسلا او احنا بقيس كتلة حاجة معينة بنوزن حاجة على الميزان. الحاجة دي مش تطلع بنسبة 100% accurate. يعني هنوزن مسلا فكهة معينة مسلا. فالكفة اللي فيها الستاندرد ماسس والكفة اللي فيها الفكهة والفروتس دي مش تطلع 2 كيلو جرامز بالملي. اكيد في 50 جرامز اكتر او 50 جرامز اقلي. المهم الحاجة اللي بتنسها حتى في الياس الحجوم او المعايرة اللي هنتكلم عليها كمان شوية هتلاقي فيه certain error ratios في معدل او نسبة خطأ وحتى بعض الاجهزة بتكتبع مطبوع عليها او في ملصق عليها بنسبة الخطأ دي عشان بقول واحد عامل حسابه. طب ليه نسبة الخطأ دي؟ بيقول due to an error in the the use device يعني فيه خطأ في السلاة من جهاز نفسه او في الجهاز نفسه. the conditions of measurement. ظروف القياس نفسها الظروف اللي احنا بنقيس فيها او بنستاني فيها الجهاز. or an error caused by the user او خطأ من الشخص اللي بقيس. يعني الشخص اللي بقيس ده مش متمكن في القياس او هو مش متمرس في موضوع القياس. فسبب الخطأ ده يكون منه هو. what is the importance of measurement? ايه اهميد القياس? يعني عملية القياس دي مهمة في ايه? وهل هي مهمة بس in the chemistry في الكيميا او in the chemistry lab في ما عمل الكيميا ولا in our daily life? لا طبعا. the measurement is very important in our daily life. مهمة جدا في حياتنا. احنا زي ما اتفقنا نتعامل مع موضوع القياس ده في حياتنا اليومية. حاجات كتير اوي. طبعا نشوف زي ايه. what is the importance of measurement? point اي اول point under it. it is used to know the kind and the concentration of substances we use. عن طريق القياس احنا بنقدر نتهرف على kind. يعني نوع concentration تركيز substances we use المواد اللي بنستدمها. حاجات كتير قوي زي الmedicine الأدوية. احنا اه اا اه اه احنا قاموا معارفين ان ده ده عبر عن اه يعني مجموعة من المواد بتتفاعل مع بعض او اه 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 مندمجة مع بعض عشان تكون الدواء في الاخر. فالدواء ده عبارة عن تركيزات مختلفة لمواد كيميائية او اعشاب او اي ان كان بس بتركيزات معينة. فاحنا عن طريق احنا بنقدر نعرف تركيز كل مادة. الماء المعدنية هتلاقي كده فيه ملصقة او فيه ورقة نفسه اللي ملزوء على الازازة يقولك هزي الزجاجة تحتوي على العناصر او المعدن القاتية ومدينينا معدن كتير قوي زي الصوديوم البوتاسيوم ماجنيسيوم كالسيوم وكل معدن او كل مينيرال ليه بتاعت او ليه كونسنتراشن بتاعه. فالفكرة كلها ان عن طريق المجرمينت احنا بنقيس تركيزات حاجات كتير او احنا نتعامل معها او مواد كتير او احنا نتعامل معها. دي بالنسبة بوينت اي. بوينت بي مهم في موضوع او ضروري الموضوع الحماية والتحكم ممكن ان يقول حماية والتحكم او مرأبة والتحكم يعني ايه الفكرة دي. فكرة ببساطة ان فيه كونسنتراشن زي ما اتفقنا اثناها في بوينت اي. عرفنا مثلا مكونات الصحيحة او النسبة الصحيحة للماء المعدنية او الاملاح في الماء المعدنية او مثلا صلاحية مياه الشرب ليها نسب معينة في مياه الشرب لازم تكون موجودة بنسب معينة. زي ما شايفين في التابل مثلا الصوديوم ليها نسب معينة البوتاسيوم الماغنيسيوم وهكذا. طيب فعن طريق النسب السابتة دي النسب دي نسميها يعني معايير دولية. فمن التابل اللي قدنا ده اقدر اقدر احدد صلاحية مياه الشرب عن طريق ايه ما نقدمي خلاص باقيه نسب سابتة فالو الاتحوز او الكنسنتراشن زي ما قدامكم دي زادت عن حد معين او اقلت عن حد معين فقدر اقدر اعرف المياه دي هل هي صالحه للشرب ولا نفس الكلام انطبقوه على حاجات كتير جدا. على الفود بروتكتس على في نسب محددة لـ different gases in air different gases carbon dioxide لو نسبته زادت أقدر أرف هيحصل إيه لو carbon monoxide زادت في الـ air أقدر أرف هيحصل إيه فعن طريق المجرمين القياس we can control we can protect different things like water, like air, food products, agriculture products وهاكذا point c the evaluation of situations and proposing solutions for expected errors يعني يبقى point c evaluation of situations يسبقى تقدير المواقف أو التشخيص proposing solutions يعني اقتراه علاج for expected errors للأمراض المتوقعة يعني for example شخص راح عمل تحليل مثلا في أحد معامل التحليل التحليل للسكر واليوريك أسد طلعت الـ ratios أو النسب زي ما قدامكم في الـ table عن طريق الـ ratios دي يقدر يعرف بسهولة نسبة the ratio of glucose sugar in the blood of this person normal والأبنورمال the ratio of yuric acid normal or abnormal النسب دي طبيعية ولا مش طبيعية يقدر يحدد من خلالها بقى لو في مشاكل طب هيعتمد على علاج إيه نوعية الطعام أو الأكل اللي هيبدأ يأكله هيكون إيه وهكذا يعني عن طريق التحليل ده احنا نقدر نقترح نشوف الأول مشاكل نشخص المشاكل اللي عندنا بنقترح علاج أو حلول للمشاكل أو الأمراض دي طيب تعالوا بقى مع بعضك كلنا كده ندخل الـ chemical report اللي هو معمل الكيميائي فهذا نشوف بقى what are the requirements of a chemical laboratory requirement لا متطلبات يعني الاحتياجات اللي احنا محتاجينها chemical laboratory اللي هو معمل الكيميائي المفروض يكون موجود إيه احتياطات أمان أو وسائل أمان جوه المعمل number one suitable security precautions يعني احتياطات أمان مناسبة زي مثلا الغلافز زي الماسك زي فيه كمان طفائط الحريق دي كلها اسمها احتياطات of suitable security precautions number two water and heat sources يعني فيه عندنا مصادر المية ومصادر الحرارة مصادر المية عندنا water taps حنافيات مية وعندنا benzene flames كذا الهب لبنزن flame number three عندنا places for keeping chemical substances عندنا أماكن لحفظ المواد الكيميائية أكيد أماكن لتخزينها تكون أماكن أمنة tools devices الأجهزة والأدوات دي كلها الأدوات خصوصا فيه أدوات كثيرة أو الزوجة جاية فدي كلها محتاجة أماكن تخزين مناسبة طيب ده بالنسبة الـ requirements of chemical laboratory طيب تعالوا مع بعض نشوف what are the measuring tools in the chemical laboratory إيه هي أدوات القياس اللي موجودة عندنا في معمل الكيميا هنلاقي أدوات القياس كتير قوي فيه أدوات انتوا عارفينها كويس قوي عادت علينا كتير وفيه أدوات أول مرة ان احنا نشوفها وهنتعرف عليها مع بعض طيب من ده من المواد المشهورة أو أدوات القياس المشهورة عندنا number one سنسيتف بلانس سنسيتف بلانس ميزان الحساس وأكيد كلكم عارفينه ده أهميته إيه؟ لتو ميجور المواد المختلفة ده بين اس بي كتل المواد المختلفة مست كومان طيب إذا فيه من أنواع كتيرة مست كومان طيب النوع الأكثر انتشاراً أو شيوعاً لوها الديجتال بلانس الميزان الرقمي ميزان الحساس الرقمي طيب من دمن الديجتال بلانس زي فيه نوع أكثر استخداماً اللي هو Top Loading Balance Top Loading Balance هو الميزان ذو الكفة العلوية أو الفوقية يعني فيه كفة كان من فوق نحط عليها الكميكا وفيه سكرين فيه شاشة بيتكتب فيها الديجتال أو النامبر اللي هي الماس نفسه بتاع السابسنس اللي بنيوز هنا number two بيوريت بيوريت معناها السحاحة وده جهاز مهم جداً عندنا في الكميكا أو في الكميستري لابورتري في معمل الكيميا تعالوا مع بعضنا نشوف الديسكريبشن بتاع البيوريت بيوريت بيوريت بفتحة تين بفتحة تين فتحة ألوية فتحة ألوية فتحة ألوية وفتحة ألوية اللي بقى مثبت عليها أو بتحكم فيها valve يعني سمام أو محبس طب دالي بقى to control the amount of solution taken from the بيوريت يعني احنا بنملة السائل من فوق وفيه محبس من تحت طول ما هو مقفول فسل محبوس جوه البيوريت أول ما بنبدأ نفتح المحبس ده بيبدأ السائل ينزل سنة سنة أو بالتدريج من البيوريت أو من السحاحة ولازم في نقطة مهمة جداً البيوريت دي is fixed on metallic base بنسبتها على حامل معدني أو قاعدة معدنية to keep it perpendicular يعني ايه؟ keep it perpendicular يعني خليها دايماً في وضع عمودي مهم جداً ان البيوريت دي in a perpendicular position طيب هل فيه scale للبيوريت أو فيه scale فيه تدريج بيبدأ من الزيرو ودايماً الزيرو point of graduation is on the top of it دايماً التدريج بتاع البيوريت بيبدأ من الأعلى يعني الزيرو ده at the top part of the puret طيب what is the importance of the puret إحنا بنستغل بقى البيوريت دي فيه it is used in experiments that require high accuracy بنستغل ببيوريت في تجارب محتاجة أو تطلب high accuracy يعني الدقة علي such as ايه بقى؟ such as adding small amounts of liquid during titration process فيه عملية اسمها وعملية مشهورة عندنا جداً في الكيميس اسمها titration titration اللي هي عملية المعايرة ايه المعايرة دي؟ يعني احنا بنعير سائل بسائل يعني بنضيف سائل أو محلول على محلول تاني بس بكميات صغرة جداً فعشان نضيف نقط أو drops of one solution to another one فاحنا محتاجين جهاز أو أداة تساعدنا ان احنا نضيف كميات قليلة زي البيوريت العملية دي اسمها titration ليه المعايرة يبقى adding small amounts of liquid during titration process number 3 pipette pipette معناها الماصة ايه الماصة دي؟ يدي عبار عن ايه؟ يدي عبار عن long glass tube انبوبة زوجاجية طويلة with both ends open مفتوحة الطرفين and a mark on its top وفي علامة في اعلى الانبوبة دي determining its capacity بتحدد capacity او الساعة او volume الحجم الانبوبة الزوجاجية دي measurement error ratio طبعاً معدل الخطأ زي ما اتفقنا من شوية قلت لكم دائماً في القياسات في نسبة خطأ مكتوب عليها is written on its top طبعاً لو لاحظنا في الصورة هنلاقي ان top of the pipette containing bulb bulb اللي هو عبارة زي انتفاخ كده الانتفاق ده عشان نسحب بالسوائل يبقى liquid sucks into it when we press the bulb above it كل ما نضط على البلب السائل بيتسحب inside the pipette يبقى الimportance بتاعتها some types of pipettes have no bulb ما فيهاش بلبس خالص يعني عبارة عن two openings فيها فتحتين عادي made of glass with two openings without bulb طبعاً دي ممكن نستخدمها برضو لكن الاعمل لنا خصوصاً لو السوائل اشد خطورة بنستخدم اللي هي البيبت with bulb اللي هي فيها انتفاخ number four number four من ضمن المين tools اللي عندنا في الكيميكا اللي هي معمل الكيميا دوته الاساسية عندنا البيكرز بيكرز اللي هي الكؤوس البيكرز هي عبارة عن glass containers made of pyrex glass بتبقى مصطوع من زجاج اسمه pyrex البيكرز ده زجاج حراري thermal glass to resist the heat يعني ده بيقوم الحرارة بيستحمي الحرارة فبالتالي ممكن نسخن البيكرز دي يبقى البيكرز بقى البيكرز بقى عن glass containers made of pyrex glass that exist with different volume capacities لها زي ما نشافين في السورة كده ليه احجام مختلفة some of them may be graduated في بعض منهم بقى مدرب هتلاقي عليه التدريج او مكتوب عليه على الزجاج ده التدريج بتاعهم the importance الاهمية holding and transporting liquid وده نقل السوائل preserving solutions during reactions and measuring their volumes طبعا سهل جدا ان احنا بعارفين ان وظائف البيكرز دي ان هننقل بها السوائل بنحتفظ بها بالمحاليل داخل البيكرز دي اثناء التفاعلات الكيميائية واحيان برضو لو كان مدرجة بنقيس بها volumes او الحجوم number 5 graduated cylinder graduated cylinder او المخبار المدرج واكيد كلكوا عارفينه وعد علينا في مراحل دراسية قبل كده كتير ده عبر عن cylinder made of either glass or plastic يعني السلندر دي مصنوع من glass or plastic it exists with different volume capacities يعني واضح من السورة انه لي ساعات او لي احجام مختلفة importance holding liquids الاحتفاظ بالسوائل transporting solutions and measuring the volumes of solids and solutions يعني لو عايزين ايس حجم اجسام صلبة خصوصا لو كانت الاجسام الصلبة دي with irregular shape حجمها غير منتظم شكلها غير منتظم زي مثلا piece of rock طبعا انتو عارفين الطريقة دي يعني اخذناها بالكده في مرحلة الددائي we put the piece of rock in the cylinder containing water طبعا عندنا في الاول خالص some water ايسين الvolume بتاعها واحدة ايكذا وبنع في الاخر v2 minus v1 volume of the rock and water minus the volume of the water بالاخر خالص we can get the volume of the piece of rock number six flasks flask معناه دورك او دورك زجاجي flasks اللي هي دورك الزجاجية دي دي عبارة عن glass tools واحدة من الادوات الزجاجية in chemical laboratory في معمل الكامية بتاعنا يعني دي اداة زجاجية هنستخدمها بس ليها استخدم مختلف شوية عن the baker's او graduated cylinder ليه؟ دي بنسترمه في بقاء in preparing substances فضي احتيار المواد لو هايزين نحضر مثلا salt solution محلول ملح يبقى بنسترم الفلاسك by adding water to the salt by adding salt to the water عن طريق انضفة الملح للمية خلاص and stirring with تقليب فبنحتاج تسخنها فبنحتاج تسخنها مصنوع من preparing substances ممكن نحتفظ بها في المحلين يعني انه في محلول عندنا محبرين وممكن نحتفظ به جوة الفلاسك and measuring their volumes وبرضو قياس الحجوم حجوم المحلل دي بس دائم تبقى لو كان الفلاسك ده ايه؟ graduated مدرج كالعادة ليه في انواع منه مدرجة وانواع تاني not graduated غير مدرجة what are the types of flasks عندنا انواع مختلفة من flasks number one conical flask made of pyrex glass and used in titration process برضو بيستخدموه في عملية المعايرة اللي احنا اتفقنا عليها او شرحناها من شوية بنستخدم فيها الconical flask بمساعدة من فاكر تمام البيوريت round bottom flask ground bottom flask اللي هو بين قدامكم في الصورة ده usually made of pyrex glass and used in distillation and preparation processes عملية اسمها distillation اللي هي التقطير preparation والتحطير التقطير دي يعني اديكو فكرة بسيطة عنها لو عندنا salt solution وعايز اجمع الليكويد تاني عندنا محلول ملح وعايز اجمع المية تاني او السائل تاني افصله عن الملح فبنستلم عن ايه اسمها distillation distillation دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن purification of liquids by heating هنسخن then vaporization ونبخر طبعا لما بنسخن الليكويد بيبدأ يتبخر then cooling نبدأ نبرد الووتر فيبر اللي خارج and condensing the vapor and collecting it in another flask يعني في فيبر خارج بنحاول ان احنا الفيبر ده نبرده شوية فهيرجع تاني يحصل له condensation وبالتالي هيجمع الليكويد بيتبقى في الفلاسك تحت اللي هو الصوت المرح بس يعني كده عملية عملية اسمها distillation distillation اللي هي التقطير يبقى B تاني نوع عندنا اسمه round bottom flask C volumetric flask volumetric flask ده النوع التالت فيه او الشكل التالت ده برضو made of pyrex glass there is a mark determining its volume capacity on its top يعني ده برضو فيه علامة بتحدد علامة اعلى الفلاسك ده بتحدد الكباسي بتاعته او الساعة بتاعته حجمه قد ايه It is used in the preparation of solutions نستطيعون في تحضير المحليل بس اني بقى محليل اللي هي certain concentrations accurately اللي هي محتاجة تركيز عالي جدا تركيز دقيق جدا فبنستخدم volumetric flask في تحضير المحليل بتركيزات او تركيز عالي او تركيز دقيق last tool in the chemical laboratory اخر جهاز طبعا مش اخر جهاز عندها في المعمل لكن اخر جهاز مقرر علينا في chapter 1 اسمه PH measurement tools PH measure كلمة PHD اختصار لكلمة power of hydrogen power of hydrogen ايه حكاية الhydrogen او PHD الحكاية الhydrogen او PHD الحكاية used to show the concentration بيوضح لي تركيز the positive hydrogen ions تركيز الhydrogen ions in a solution في محلول معين ليه؟ ما هو عن طريق تركيز PHD لو زادت او الhydrogen ions لو زادت او قلت اقدر اعرف اذا كان ال solution او المحلول ده هل هو has an acidic effect ولا basic effect ولا هل هو neutral acidic هل هو acid حمضي لتأثير الاحماض ولا basic لتأثير القواعد ولا هل هو لا هو acid ولا هو base هو neutral متعادل فالفكرة كلها ان ال PHD عبارة عن scale عبارة عن التدريج بيبدأ من 0 ل 14 طبعا ده هندلسه بالتفصيل في chapter 3 ان شاء الله بس اعديكم فكرة بسيطة عن هو scale من 0 ل 14 من 0 ل 7 numbers من 0 ل 7 ده بيدليني ان solution ده acidic ومن 7 ل 14 solution ده basic لو 7 بالظبط يعني اللي هي اقل لو less than ولا more than 7 ده بنسميه neutral neutral يعني متعادل اللي هو acid ولا هو base طيب اناقيس ازاي ال PH او تركيز ال hydrogen او power of hydrogen في اللاب عندنا طريقتين فيه الطريقة اللي هي المانوال اللي هي الطريقة العادية التقليدية عن طريق litmus paper وفيه طريقة يعني باستدام digital device جهاز رقمي جهاز حديث شوية طيب طبعا الدك والافضل عن طريق لكن تعالي نشوف مع بعض اللي نبدأ مع بعض ايه litmus paper ده عبارة عن paper ورقة بسيطة منضفها او منحطها فيه solution المحلول ونرائب تغيير لون الورقة ايه حكاية الالوان اللي موجودة في ورقة دي موضوع تغيير الالوان بالنسبة لتماس paper موضوع بسيط قوي ان الورقة اصلا هي لون واحد لكن لما بنغمزها او بنحطها في solution او في المحلول بيحصل لك تغيير الورقة المحلول بيحصل لون واحد بس مع وجودها في السائل او في solution بيتغير لونها بنشوف اللون ده يبقى عندنا caliperator او معيار كل لون بيظهر ليه درجة معين او ليه number معين من 0 ل 14 وعلى حسب ال number ده احنا بنحدد هاله solution ده acidic or basic or neutral less than 7 acidic more than 7 basic 7 يبقى neutral ده بالنسبة لل litmus paper انما الاحدث من litmus paper بقى عندنا جهاز تاني اللي هو digital device اللي هو الجهاز الرقمي بيسموه pH meter pH meter ده فكرته انه فيه pool في قطب كده القطب ده immerged in the solution يعني اتلخذ ان الجهاز خارج منه قطب معدني قطب معدني ده يضعه في solution او في المحلول وفي screen فيه شاشة الشاشة اللي بيزهر بقى بيزهر عليها ال scale او ال pH اللي تقاس او الموجود في solution انت فان عندنا scale من 0 ل 14 فبيزهر عندنا ال screen ال number اللي بيدليني على ال pH او تركيز ال hydrogen ion فموضوع او فكرة ال digital device هو رغم انه متطور اكتر من litmus paper لكن استعدامه اسهل بكتير قوي من litmus paper طبعا في النهاية خالص احنا اتفقنا عندنا سواء استرللنا سواء استرللنا ال pH meter فيه scale معروف لو ال pH less than 70 but the solution is acidic لو ال pH more than 70 but the solution is basic لو ال pH equal 70 but the solution is neutral المتعدل لهو اللي تأثير الى احماض و هو لتأثير ال basis او القواعد بكده يا شباب بيكون خلصنا او lesson 1 in chapter 1 lesson 1 مانا تكلمنا فيه عن chemistry and measurement اسمناها على two parts على فيديوين او او اتمنى المعلومة تكون وصلت كاملة وصلت بوضوح بسهولة لو فيه حاجة او برضو مش واضحة او فيه اقليكم ايه استفسار ممكن تكتبوا لي في الفيديو وانا ان شاء الله هيتجاوب على اسئلتكو اول بول كان معاكم مستر جورج حلمي في قناة سبوت شانل شكرا لكم